تحرك تشريعي جديد لدعم جهود حماية البيئة والمسطحات الخضراء المساعي أخذت طريقها نحو التشريع من اللجنة التشريعية التي وافقت على تعديل قانون البيئة لتغليض غرامات التعدي على البيئة وحضر إزالة المسطحات الخضراء ونص التعديل على أن تقوم الجهات المعنية بتقديم كشف لهيئة البيئة يتضمن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يحضر على جميع الجهات الحكومية منح أي موافقات أو مباشرة أعمال تؤثر في المسطحات المزروعة إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة البيئة التحرك النيابي تضمن كذلك تعديل العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة وذلك بالتشديد والتغليض متضمنة عدد من الغرامات المالية بحق المخالفين لأحكام القانون ومن أبرزها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار كل من قام بالإلقاء النفايات على البحر أو الشواطئ العامة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار كل من قام بالغاء النفايات على الجزر كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار كل مالك غارب سقير إذا تسبب بتلوث البيئة البحرية وأما بالنسبة للقوارب المتوسطة الحجم فالغرامة لا تقل عن 25% بالإضافة إلى فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف دينار على كل مالك باخيرة نفطية أو تجارية تسببت بإلغاء النفايات في البيئة البحرية هذه التعديلات الجديدة الداعمة للبيئة وجهود الحفاظ عليها باتت في عهدة اللجنة البيئية المختصة إذانا بالبت فيها لتحجز على إثر ذلك مقعدها في جدول أعمال مجلس الأمة لتلفزون المجلس طارق السهو اشتركوا في القناة